بسم الله الرحمن الرحيم الاستخدامات الطبية للبنسلين الاستخدامات الطبية للمضاد الحيوي البنسلين يستخدم البنسلين في علاج العدوى بالميكروبات السباحية مثل التهاب الحلق الحاد والتهاب الجروح وحمى النفاث يستخدم البنسليين في علاج الميكروبات السباحية مثل التهاب الحلق الحاد والتهاب الجروح وحمى النفاث يستخدم في علاج العدوى بالميكروبات العنقودية استفيلو كوكاي انفيكيشن يستخدم في علاج العدوى الميكروبات الرأوية نيمو كوكاي انفيكيشن يستخدم في علاج الالتهابات الرأوية والتهابات الجهاز التنفسي يستخدم في علاج الزهري والسيلان يستخدم في علاج الالتهاب السحائي يستخدم في علاج الجمرة الحميدة يستخدم في علاج العدوى ببكتيريا الهيموفلس انفلوانزا يستخدم في علاج العدوى بالتيفود والبارتيفود يستخدم في علاج الدفتيريا والغرغرينة الغازية يستخدم في الوقاية في بعض الحالات مثل تكرار الحمى الرئوية والتهاب العين في الأطفال حديثي الولادة والبنسلين يؤخذ كأقراص بالفم أو عن طريق الحقن إذن هناك استخدامات عديدة ومتعددة للبنسلين يستخدم في علاج الميكروبات السباحية كالتهابات الحلق الحاد والتهابات الجروح وحمى النفاث يستخدم في علاج عدوى الميكروبات العنقودية يستخدم في علاج العدوى بالميكروبات الرئوية وعلاج الزهري والسيلان وعلاج الالتهاب السحائي وعلاج الجمرة الحميدة وعلاج العدوى ببكتيريا الهيموفلس والعدوى بالتيفود والبارتيفود والدفتيريا والغرغرين الغازية وفي حالات تكرار الحمى الرئوية والتهاب العين في الأطفال حديثي الولادة البنسلين له أعراض جانبية هناك أعراض جانبية في استخدام البنسلين يمكن أن نعددها كالتالي الأعراض الجانبية للبنسلين الحساسية طفح جلدي وضيق في الشعب الهوائية وارتكارية نقص في كرات الدم البيضاء المحببة تكسير في كرات الدم الحمراء نتيجة لاتحاد الأجسام المضادة مع البنسلين على أسطح كرات الدم الحمراء فيؤدي إلى تكسيرها البنسلين يحدث تغيير في ملح الدم أي تركيز الأملاح البنسلين يؤثر على الأعصاب التراب الجهاز الهضمي ويحدث قيء وإسهال خصوصا مع الامبسلين والأومكسلين تفاعل الهيركس تفاعل الهيركس هيركس ريأكشن عند مرضى الزهري عند علاجهم بالبنسلين نتيجة لخروج سموم كثيرة من الميكروبات الميتة إذن هناك عدة أعراض جانبية لاستخدام البنسلين مثل الحساسية من البنسلين طفح جلدي وضيغ في الشعب الهوائية وارتكارية نقص في كرات الدم البيضاء والحمراء كرات الدم البيضاء المحببة أي نوعية الكرات الدم البيضاء المحببة وتكسير كرات الدم الحمراء بسبب اتحاد البنسلين مع الأجسام المضادة والتصاقها على أسطح كرات الدم الحمراء فيؤدي إلى تكسيرها البنسلين يؤدي إلى إحداث خلل في نسبة أملاح الدم البنسلين يؤثر على الأعصاب البنسلين يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال عند استخدام الأمبسلين والأومكسلين هناك تفاعل الهيركس هذا التفاعل يحدث عند مرضى الزهري عند علاجهم بالبنسلين نتيجة لخروج سموم كثيرة من الميكروبات وشكرا